السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم درس الله الخالق صفحة 27 من كتاب التربية الإسلامية سوف أحدثكم عن الطفلة سارة عندما ذهبت مع أمها إلى الحديقة ماذا شاهدت سارة؟ يا هل ترى؟ لنشاهد معا أحبائي تأمل يا أول الصورة التالية حتى نستطيع الإجابة مع سارة على الأسئلة التي تسألها إلى والدتها حسناً ماذا تتوقع أسئلة سارة؟ ماذا تشاهدون في الصورة؟ العشب الأخضر كم هو جميل؟ العشب الأخضر ومن ثم الأزهار كم هي جميلة الأزهار؟ كم هي جميلة الأزهار؟ حسناً ما هو خالق كل شيء؟ من هو خالق كل شيء؟ الله هو خالق كل شيء أحسنتم تأمل الزهور وتسأل من خالق الزهور؟ فتسأل أمها من هو خالق الزهور يا أمي؟ فترد أمها؟ هو الله سبحانه وتعالى من أين تأتي الزهور من مخلوقات؟ الله سبحانه وتعالى انظري إلى السماء يا سارة كم هي جميلة؟ فهي من خلق الرحمن خلق الله سبحانه وتعالى انظري إلى السماء إلى الشجر إلى الطين كم هي جميلة والنمل الصغير الذي في الأرض خلق الله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات ذهبت سارة هي وأمها إلى الحديقة حسنا نشاهد الآن سارة تذهب مع والدتها إلى الحديقة وسألتها الزهور من مخلوقات؟ الله أنظري إلى السماء إلى الشجر ها هو الشجر كم هو جميل جميع هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها إلى الإنسان حسنا يا أمي ومن هو خالق الأنسان؟ خالق الأنسان يا بنيتي هو الله سبحانه وتعالى فهو خالق كل شيء خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء نشاهد نشاهد معا خلق النمل الصغير والثمار والطيور في السماء كم هي جميلة الطيور في السماء كم هي جميلة الطيور في السماء يا أول يعني خالق الحيوانات والأسجار والإنسان والنباتات فهو خالق كل شيء والكواكب والنجوم والماء إذن نعد مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى ولكن أريد أن تعرفون أربعة منها الكواكب والنجوم الماء والحيوان والإنسان كما هو موضح لديكم في صفحة 29 سارة تشاهد الأسجار والطين وتعجب كثيرا بهذه الصورة أتفكر في عظمة الخالق الذي خلقني في أحسن صورة هكذا تتحدث سارة الآن أكمل العبارة معي أول الله تعالى خالق كل شيء الله تعالى خالق كل شيء أحسنتم الواجب في صفحة 31